الحمد لله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فصلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك ومن سار على دربك إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق توقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد عباد الله خطبة اليوم في ظلال قوله تعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون وإذا قيل رباني وهو الذي انتسب إلى الله جل جلاله ولا يقال الرب بأن للتعريف إلا لله جل جلاله والرب أخذت من قولهم رب الشيء إذا أنشأه ونماه شيئا فشيئا وحالا فحالا إلى حال التمام والكمال أو إلى ما شاء الله جل جلاله الناس ينتسبون في هذه الدنيا انتسابات شتى فهذا يقول عن نفسه قومي وذاك يقول لبرالي وذاك يقول مدني وذاك يقول عشيرة كذا أما المسلم الحق فإنما ينتسب إلى الله جل جلاله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ينتسب إلى الله جل جلاله في تحقيق كمال التوحيد الخالص لله وكمال العبودية لله وكمال الطاعة لله ليظهر أثر كل ذلك في مسلكه وفي أخلاقه وفي تصوراته وفي عقائده وفي قيمه وفي مشاعره وفي عواطفه وفي عقله وفي قلبه ليسلم كل ذلك لله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين هذه الآية الكريمة أو جزء من الآية في سورة الأنعام وكم بيّنت لنا سورة آل عمران حقائق الربانية هذه ومن هم الربانيون وحيث إن كل مسلم يجب أن يتحقق بالربانية ما استطاع ليكون القدوة الأعلى في ذلك العلماء الربانيون بيّنت لنا سورة آل عمران منهجهم العلمي الذي يسيرون عليه ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون إذن هي علاقة أعظم مع كتاب الله تعالى تعلّما ومدارسة ثم بيّنت منهجهم العملي عندما قال سبحانه وتعالى في سورة آل عمران أيضا وكأي من نبي قاتل معه ربيّون كفير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين فهم أهل علم وأهل تقوى وهم أهل صبر وأهل جهاد على علم وبصيرة وخشية من الله لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم فما وهنوا أي ما كان من ضعف داخلي ولا انهيار نفسي وما ضعفوا ما كان من ضعف مادي ولا خارجي وما استكانوا ما استسلموا لا لأي عدو ولا لأي تحدي من التحديات بل سلموا أمرهم لله وتوكلوا على الله هم كما بيّنت سورة آل عمران أولو الألباب وأهل الذكر والفكر إذ قال سبحانه وتعالى في نهايات سورة آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون هم الراسخون في العلم الذين ابتدئت سورة آل عمران في بداياتها بالحديث عنهم وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم ليكون هؤلاء الربانيون العلماء الصادقون المخلصون العاملون المضحون الزاهدون المتقون ليكونوا حقيقة مرجعية لهذه الأمة تلتف الأمة حولهم وتستقي من خلالهم وتحدد مسيرتها وتصحح آراءها وأفكارها وتصوراتها من خلالهم الحديث عن العلماء الربانيين ودورهم في الحياة وكيف يجب أن يكون العالم الرباني الذي يعيش حقائق القضايا وحقائق الأمة وأحوال الأمة ومشكلات الأمة وقضايا الأمة عندما تكون الأمة كل الأمة مستهدفة في دينها في تصوراتها في عقائدها في وجودها في قيمها في صحوتها ثم لا يكون لهذا العالم الرباني الدور الرائد الذي يصحح والذي يوضح والذي ينتصر للحق ويرفض الظلم ويرفض البغي ويرفض الاستبداد ويرفض الفساد العالم الذي لا يعيش أحوال أمته وقضاياهم ومشكلاتهم ما علاقته في العلم في هذا الحال العالم الذي لا يقرأ الواقع كما هو والعالم الذي يبقى أسير أقوال سبقت ربما لا تتطابق مع واقعنا العالم الذي لا يدرك مقاصد الشريعة وأولوياتها وموازناتها ولا يحسن تنزيل النصوص على الواقع ولا يحسن قراءة النصوص أي عالم رباني هذا العالم الذي لا يكون سببا في نصرة المستضعفين وسببا في نصرة الحق وسببا في بيان الحقيقة في كل مشكلة كبيرة أو صغيرة العالم الذي لا يكون من أهل التشدد الأعمى والفهم القاصر بما يوقع الناس في الحرج والضيق ولا ينشغل بالقضايا الجزئية التي ربما يختلف الناس فيها فتكون سببا في الفتن وسببا في التفرق إذن نحن نبحث عن هذا العالم الرباني الذي بيّنته لنا الآيات وأجمله ربنا سبحانه وتعالى في كلمتين الولي المرشد اذ تحدثت سورة الكهف عن ذلك الولي المرشد الذي قال الله فيهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وكم من آيات حدثتنا عن الرشد الذي هو في حقيقة كمال العقل وكمال الحكمة على بصيرة وعلم وهداية من الله سبحانه وتعالى إذن هذه المواصفات العليا لهذا العالم الرباني وكل مؤمن لا بد أن يسعى ويجتهد على نفسه ليسير في طريق الربانية هي ما تحتاجه الأمة في كل وقت ولعل الحديث في ذلك يمستفيد ولكننا نريد أن نربط كل ذلك بواقعنا اليوم ما هو موقف المؤمن الحق المؤمن الذي يسعى أن يكون مجتهدا أو عالما أو أن يكون ربانيا بأدنى درجات الربانية ما هو موقفه من قضايا الأمة اليوم وما أكثر هذه القضايا وما هو تفاعله مع هذه القضايا وكم هي نصرتنا للحق والحقيقة وللمستضعفين إلى غير ذلك من القضايا التي لا تخفى عليكم لكننا نعيش اليوم حدثا خطيرا ومؤلما ألا وهو الزلزال المدمر الذي وقع في جنوب تركيا أو في شمال سوريا وتعلمون ما أدى من كوارث وفواجع وآلام وكم من ضحايا وكم من شهداء وكم من مشردين هنا يأتي دور المؤمن الحق أن يسأل نفسه ما هو واجبي الأكبر في مثل هذه القضايا التي تقع في الأمة هي أو غيرها أين نحن من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد أين نحن من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله أين نحن من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة أين نحن من التدبر بآيات الله سبحانه وتعالى عندما يحدثنا في سورة الزلزلة فيأتي في أواخرها فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره أتريد أن تكون من الناجين يوم الزلزلة الأعظم يوم القيامة فإذا اعمل خيرا ولا تستقلن من الخير شيئا وتريد أن تكون من الناجين من يوم الزلزلة ففي مثل هذه الأوقات العصيبة التي تتزلزل فيها القلوب أين دورك أيها المسلم فاعمل خيرا ولا تستقلن من الخير شيئا أين نحن من قوله سبحانه وتعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزل حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب وما ينريك أنها المبشرات فأولئك القوم أكثرهم قد عاش حالة البأساء وحالة الضراء وهاهم يعيشون حالة الزلزلة فنرجو أن يكون في ذلك من البشريات والآمال والفرج من عند الله ما نرجو إن الذي يؤسف له في مثل هذه الأحوال أن بعض الناس يغفل عن الحديث عن الواجب الأكبر في مثل هذه القضايا ثم يخرج لنا بفلسفة عجيبة غريبة إن هذا الذي حدث في زعمه إن هذا الذي حدث إنما هو عقوب من الله تعالى وإن هذا الذي حدث بسبب ذنوبهم وتقصيرهم ويأخذ ويسترسل معنى في إراد أحاديث إما أنها لا تصح وإما أنه لم يحسن فهمها فضلا عن أنه لم يفقه آيات الله سبحانه وتعالى نعم نحن واجبنا أن نسأل أنفسنا في مثل هذه القضايا الخطيرة ونحصن الفهم وهذا جزء من مهمة العلماء الربانيين الذين نتكلم عنهم وعن الرباني أن نحصن الفهم في مثل هذه الظروف الصعبة القاسية يستحضر بعضهم رواية عن عمر رضي الله عنه أنه زلزلت الأرض أو المدينة في عهده فقال عمر في ذلك ما كثرت ذنوب أمة إلا عاجلهم الله بالرياح والزلازل والأمطار التي تغرقهم لا يصح ذلك أو أنهم ينسبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا كثر فيكم الذنوب أو كثر فيكم الزنا أو شربت الخمور أو استبيحت الأغاني أو استحلت الأغاني أو الغناء عاجلهم الله بالعقوبة والزلازل لا يصح أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يستحضرون حديثا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عذاب أمته في الدنيا وليس في الآخرة عذاب أمتي في الدنيا بالزلازل والبتن والفتن والبلابل لا يصح أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يستحضرون حديث في أمتي مسخ وقذف وخسف لا يصح أيضا أو يستحضرون حديث ما اختلج عرق إلا بذنب لا يصح أيضا فما بالكم تستحضرون هذه النصوص وتزعمون نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تقولون إنه بذنوبهم وإنه عقاب لهم والله لو أراد الله أن يعاقبنا بذنوبنا وتقصرنا لربما كنا نحن من أكثرهم ذنبا ومن أكثرهم تقصيرا ويتناسون قول الله تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة والآية الأخرى ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة والله تعالى قد بيّن سنته في أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا عقاب جماعي في أمة محمد أبدا وما نرسل بالآيات إلا تخويفا ولو كان ثمت عقاب جماعي في هذه الأمم أو في الخليقة أو في الإنسانية كما فعل بأمم سابقة فلله سنة ماضية في ذلك بيّنتها الآيات القرآنية وأنه لا بد أن ينجّى كل مؤمن ولا بد أن ينجّى كل تقي لو كان ثمت عقوب جماعي لو كان ما ينزل من باب العقوبات الجماعية كلا وحاشا لله أن تكون عقوبات جماعية هكذا أو عذابات جماعية هكذا ثم يظهر الصالح والطالح فيها هذا ليس من عندياتنا هذا من كتاب الله سبحانه ألم نقرأ قول الله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون ألم يقرأوا قول الله تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون إذن عندما يكون هناك عقوبات جماعية فإن الله سبحانه وتعالى ينجي المؤمنين إذن لا بد أن نحسن تفسير مثل هذه الأحداث ومثل هذه القضايا فنقول لله سنن في هذا الكون وهذه الدنيا دار ابتلاء ودار تكليف وواجبنا دائما في علاقتنا مع الله الصبر والرضا والشكر وواجبنا في علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى أن نحسن الظن بالله وأن نحسن الثناء على الله وهو الرحمن الرحيم الودود اللطيف الخبير الرؤوف العفو والغفور سبحانه وتعالى وأن نعود إلى أنفسنا فنحاسب أنفسنا نعم هي آيات وهي عظات وهي عبر وهي استذكار فنعود نحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب غيرنا ونعتقد أنه لا يكون من الله إلا الخير وأن في هذه الابتلاءات مهما تنوعت أشكالها من الحكم والأسرار الربانية ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى وأن أولئا الذين قضوا في مثل هذه الأحوال نحتسبهم شهداء عند الله لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الغريق شهيد والمبطون شهيد والهدم شهيد والحريق شهيد وغيرهم ممن عددهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا نحن يجب أن نأخذ بالأسباب ونتعلم ما يقول الأسباب ما تقول الأسباب التي الله خلقها والله دبرها والله يفعل بها ما يشاء ولو أراد أن يقول للأسباب قفيل وقفت وإن أراد أن يأمر بأمر كان إنما أمره لشيء إذا أراد أن يقول له كن فيكون فهي عظات وهي عبر وهي استذكار وهي محاسبة لأنفسنا لا نحاسب غيرنا ولا نحاكم فعد الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لكن أيضا نحاسب أنفسنا ماذا قال العلم في ذلك وما هي أسباب ذلك وهل اتقينا أو استطعنا أن نتقي بعض ذلك أن نخطط إذا ما وقع شيء من ذلك كيف يمكن أن تكون الخسائر أقل ما يكون كله قد أمرنا الإسلام أن نأخذ به وأن نأخذ بهذه الأسباب إذا لا بد أن يكون هذا الفهم متكاملا أما أن نلقي على الآخرين باتهامات الذنوب وأنها عقوبات ربانية وربما نحن أسوأ وحالا منهم وغيرنا ممن يعيش حالة العهر والفجور أشد ذنبا وأشد بعدا عن الله لكن لله حكم ولله أسرار فلا نتألى على الله سبحانه وتعالى ولكن نتعذ ونعتبر ونعود ونتوب إلى الله جل جلاله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي شكرا للمشاهدة